توتر نوعي يشهده الميدان السوري تمثل بإرسال الجيش التركي تعزيزات على الحدود مع سوريا على خلفية تعرض نقطة مراقبة تابعة للقوات التركية في إدلب لقصف مدفعي من منطقة يسيطر عليها الجيش السوري وزارة الدفاع التركية قالت إنها أجرت كل الاستعدادات للرد بشكل كامل على قذائف الجيش السوري مضيفة أنها تتابع الموقف عن كثب قائلة إن الهجوم تم وقفه سريعا بعد تدخل فوري من قبل روسيا المرصد السوري من جانبه كشف عن تسيير الجيش التركي آليات له داخل أرياف إدلب وحمى لدعم فصائل المعارضة المسلحة ومساعدتها على التوغل واستعادة خسائرها وهو ما أكدته وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا حيث ذكرت أن الجيش استهدف مقار وآليات وتحركات المسلحين بريفي حما الشمالي وإدلب الجنوبي بواسطة المدفعية والصواريخ وفي أواخر 2018 توصل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان إلى اتفاق سوتشي الذي يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب غير أن تجدد الخروقات من آن لآخر يهدد بصمود هذا الاتفاق